أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهد لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان نزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فبقاهم الله شر ذلك اليوم بلقاهم نغرة وسزورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأراء لا يرون فيها شخصا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكباب بآلية من فضة وأكباب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويستغن فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم من دان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس قبر وإستبرق وحلوا أسابرا في الضغر وسطاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعجكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طبيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما شكرا شكرا